السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم القضاءات في تونس تعرفوا أنه عملوا إضراب لمدة شهر تعرفوا أنه عدد من القضاءات دخلوا في إضراب جوع منذ 22 أجوان اللي فات اليوم فما قرارات جديدة فما سيدة هيئة دولية للقضاء تزارت تونس وفما تقديم جملة من المغالطات لرأي العام في تونس ورأي العام الدولي على أساس وأنه تفيش أونس هذوما أنه ما قابلهم حتى حد تعرفوا أنه الإضراب وهذه التحركات هذي الكل تأتي على خلفية تعزل رئيس الجمهورية قيس سعيد ل57 قاضي في تونس تتعلق بيهم شبهات فساد مختلفة القضي أونس الحمادي أو أنس الحمادي يأكد أنه السلطات التونسية رفضت لقاء الرئيس الشرفي للإتحاد الدولي للقضاء اللي جاء مؤخراً للتونس بش يعمل زيارة نظراً للمرسلات اللي وصلت للإتحاد وحب يشوف عن قرب شنو الوضع في تونس وشنو وضع القضاء وتقابل مع القضاء المضربين عن الطعام وحسب أنس الحمادي يقول طلب أنه يتقابل للسلطات التونسية ورفضت به هذا ما يأكده على الأقل يعني خليني يقول أنس الحمادي يقول بأنه تم أعلام وزارة الخارجية وتم أعلام رئيسة الحكومة وتم أعلام رئيسة الجمهورية وتم أعلام وزارة العدل وتم أعلام المجلس المؤقت للقضاء بأنه راهو عنا في تونس الرئيس الشرفي للإتحاد الدولي للقضاء رأي يزور تونس وكل هذه الأطراف يقول على حد تعبيره هو رفضت لقاء الضيف به عمل الكونفيرانس دو بريس أنس الحمادي وقال أنه هالتصرف هذي يسي إلى تونس والمبعوث الخاص بشي ضمن هذي في التقرير اللي بشي يرفعه للإتحاد الدولي يقول أنس الحمادي اللي مجموعة أخرى من القضاء بش تنظم إلى إذراب الجوع حسب ما أكده ولكن بشي قلكم على إذراب الجوع قبل ما قلكم رد وزارة العدل على هذه التصريحات رسميا زوز قضاء اللي هما في إذراب الجوع رفعوا إذراب الجوع اللي هو قال أنه فما نس أخرين بش تزيد تدخل في إذراب الجوع به جميع القضاء التونسيين أعلنت البرح العشية أنه القاضي حمادي الرحماني اللي هو مضرب على التعام منذ 22 جوع اللي فات إذ طر إلى تعليق إذراب الجوع بعد تدهور حالته الصحية بما اقتضى إيواءه في المستشفى حسب يعني التوصية الصارمة للأطباء المباشرين لحالته كما تقول زادة جمعية القضاء أنه بالنظر إلى تدهور الوضع الصحي للقاضي رمزي بحرية اللي هو مضرب على التعام زادة كيف كيف من نهار 22 جوان اللي فات وبناء على توصية الأطباء تم إقناعه بتعليق إذراب الجوع إذن رسمياً ما عادش عن قضاء مضربين كما يأكد أنا صلح ميدي وجمعية القضاء به نرجو إلى وزارة العدل اللي هي وضحت في هذا الخصوص شنو صحيح وشنو الغالب بالحق تونس رفضت أن أتقابل المسؤول صحيح هو رئيس شرفي ولكن هذا يمثل الاتحاد الدولي للقضاءات يعني مهم اللي بشي كتبه في تقريره مهم والسلطات التونسية كيف يجيها ضيف أيًا كان يتعلق بحقوق الإنسان ولا استقلالة القضاء ولا غيره زي ما تستقبله خاطر حتى كان ما استقبلته فرضاً ما استقبلتهش رو هذا بشي زيد يرجع بالسوء على صورة الدولة التونسية واضح به لنا ما وزارة العدل واللي قالته واللي وضحته قتلك بأنه بعد ما هالتصريحات هذية وهو جيه رئيس شرفي لاتحاد الدولي للقضاءات لتونس وهو مؤسسة الدولة ما استجابتش للمطلب بش يتقبلوا معاه وما قبلوه شو ما حكيو شو معاه تقول لك وزارة العدل لم تتلقى أي طلب لقاء لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي أو عن المعني بالأمر ولم تتلقى أي أعلام منهما بخصوص الزيارة يعني الراجل هبط في المطار جاء مشاء لجمعية القضاءات لوجه طلب بشي قابلو لوزارة على الأقل هي تحكي على روح وزارة العدل الله أعلم إذا كان هي تقول لك أنت ما وجهت ليش ونتي تقول وجهت بل كش يزاد أنت ما وجهت لبقية الأطراف لوزارة تقول بأنه اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهة الأجنبية رهوا عندها إجراءات وسياغ محدة تخضع للعرف الدبلوماسي اللي هي وزارة الخارجية التنسية والإدارة المعنية بالوزارة اللي هي إدارة التعاون الدولي التصريحات المدولاذية تأكد وزيرة العدل إنها لأساسة لها من الصحة وإن الهدف متيحة معلوم اللي هو المغالطة والتشويه خاصة تقول لك إن وزارة شؤون الخارجية معناها تعتبر أو تعتبر هي الجهة الرسمية المخول لها قبول طلبات الجهة الأجنبية الرسمية للقاء مسؤولين في الدول با مش أكيكة مش معناها أي واحد يجي يمشي قابل الرئيس فما إجراءات با وزارة العدل تقول بأنه ما تمش البت ما تمش أبدا ما تمش أبدا إداع أي طلب لقاء رسمي عبر طريقة دبلوماسية اللي هي عن طريق وزارة الخارجية من طرف أي جهة أجنبية كانت يعني أنت كي تبعث معناها مراسل لا فاكس ولا جواب لوزارة العدل تقول لها رأو فما واحد من اتحاد الدولي للقضاءات جيل تونس يحبي قابلك تقول لك هي أنا ما وصلتني حتى دعوة رسمية والدعوة الرسمية رأي فيها عرف دبلوماسي هذا ضيف أجنبي فبالتالي يجيني عن طريق وزارة الخارجية به على خاطر فما تسايب كبير هوني في المراسلين اللي يجيوا من برة وفوت تدخل وتخرج كذلك نلقاوا السفراء اللي هما في تونس يقابلوا في الأحزاب ويقابلوا معناها في في منظميته كل على بعضه ذي الكل يجي في الوقت اللي توصل في حركة النهضة اتهام قيس سعيد بعزل قاضي هذا حسب تأكيد حركة النهضة تقول أنه قيس سعيد عزل أحد القضاءات الذي رفض طورية راشد الغنوشي وقيادة الحركة في ملف أنستارينغو على حد تعبيرها اليوم تورد فيها راشد الغنوشي واللي هي تنفي ما تقول تم إقهام اسم راشد الغنوشي في قضية أنستارينغو قضية جمعيتنا ماء زيدة أزوز قول اللي فم قاضية مخبرة تقف وراء وشية كاذبة هدفها طورية الغنوشي في ملف أنستارينغو وتقول أنه المخبرة هذية عملت على استهداف الغنوشي وقيادة الحزب زوراً وبهتاناً على حد تعبيرها وتقول أنه ما فم حتى علاقة لرئيس الحركة لا مالياً ولا إدارياً بمؤسسة أنستارينغو ولا يوجد أي تحويلات بنكية خارجية تقول هذا سيناريو ركيك سيء لتشويه الغنوشي والحزب تقول فم قاضي تم عزله بسبب رفضه طورية النهضة في هذا الملف بالنسبة لجمعية نمي انفيت يعني الإبراهمي المحامية والقيادية في حركة النهضة زينب الإبراهمي تورط الغنوشي في هذا الملف زادة كيف كيف وتقول أنه راست الغنوشي ما عنده حتى صلة لا إدارية ولا مالية بجمعية نمي تونس وتقول لك بأنه تجميد أمويل الغنوشي سيثبت أنه لم يسرق ولم يلوث يديه بالمال العام على حد تعبيره أمويل الغنوشي